بحث وفد من مبادرة محو الأمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع محافظ بني سويف محمد هني غنيم تعزيز التعاون وتضافر الجهود بشأن ربط تحقيق محو الأمية بالتنمية الشاملة لقرية الهرم وعزبة أبو النور في الوسطى ووجه نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بلال حبش وجه جميع المعنيين من الجهاز التنفيذي والقطاعات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني بإعداد حصر ودراسة لكافة الإسهامات التي يمكن تقديمها للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة